تستمر أحداث مسلسل اختيار 2 بالتفوق في حديث الشارع حلقة تلو الأخرى بدءا بفضل اعتصام رابعة وأحداث كرداسة وأخيرا أمس عندما تصدر اسم الشهيد محمد مبروك على تويتر بعدما صلط المسلسل الضوء على واقعة اختياله التي تفاعل معها رواد المواقع بشكل كبير روى العمل الدرامي قصة حقيقية عن تجنيد جماعة الخوان لضابط مرور مصري يدعى محمد عويس ومثل دوره الفنان محمد شاكر سهل عملية اغتيال صديق عمره محمد مبروك الذي مثل دوره الفنان إياد نصار والذي كان مسؤولا عن قضية تخابر قيادات الإخوان بمجرد إحياء القصة عبر حلقة أمس اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الضابط الخائن والضابط الراحل مديلا بوسم الشهيد محمد مبروك بينما أعاد كثيرون نشر مقطع قديم لابنتها الفقيدة كان قد سجل بعد اغتياله دعونا نشاهد طبعا ابنة الفقيد بالطبع الحلقة دفعت بطبعا رواد السوشال ميديا لنشر صور ووقاع القصة الحقيقية لنروي لكم تفاصيلها في استكمال لهذه القصة بالطبع هنا القصة لها استكمال أثار الكثير من اللغة والحديث أيضا خلال الأيام الماضية محمد عويس استغل صداقته مع محمد مبروك وأمد الجماعة الارهابية بمعلومات عن منزله وسيارته وتحركاته مقابل رشوة مالية ثم نع المقدم محمد مبروك على صفحته وحضر جنازة صديقه الذي ساهم في قتله بوجه حزين وكأن شيئا لم يكن ونشر ناشطون صورا من تدوينات الضابط الخائن على حسابه الحقيقي منذ ثمانية سنوات يكتب فيها عبارات حزينة إذن من هو محمد مبروك؟ هو ضابط أمن وطني أشرف على العديد من القضايا الخاصة بجرائم جماعة الخوان أهمها قضية التخابر الشهيرة المتهم بها عدد من قيادات الخوان على رأسهم الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي ما جعله على رأس قائمة الاغتيالات من قبل جماعة الخوان أما محمد عويس فقد صدر حكم من محكمة جنايات أمن الدولة العليا قرار بإعدامه و36 آخرين كان من بينهم الضابط المنشق الشهير هشام عشماوي الآن دعونا نذهب إلى مقاله الناس كيف فعلا تولعوا بالحلقة هذه انهالت ألاف التعليقات على حلقة أمس سنأخذ عينة منها سنبدأ من المطربة ياسمين العلواني التي غردت بداية في ناس بتفارق وتسبنا إنما بتعيش قوة لبنة وتغيب الشمس إنما اسمع عمره ما بيغيب في فرق ما بين جسم بيمشي وروح ما بتمشيش واللي أنت أكيد سيبه ما بيننا ضد النسيان الشهيد محمد مبروكة الاختيار الثنين الدكتورة والباحثة الشهيرة رغدة السعيد نشرت أيضا قائلة طبعا مع صورة قديمة لكل الضباط وعلقت عليها عويس خاين العيش والملح والعشرة ومصر ربنا يرحم الشهيد محمد مبروك ويصبر أهله في هذه التغريدة التي نراها أيضا بينما نشرت هند صورة ابنة الضابط الراحل وعلقت قائلة زينة بنت الشهيد محمد مبروك سلام عليك سيدي الشهيد البطل في جنات العلا في مقعد صدق عنده مقتدر طبت وطاب مكانك فأنت حي ترزق حيثما تكون فرحا مستبشرا بفضل الله عليك ورحمة الله وبركاته روضة أيضا علقت قائلة مشهد اغتيال الشهيد محمد مبروك وجع قلوبنا حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم الأخوان تجار الدين عبيد